ومن العاصمة الاردنية عمان ينضم إلينا سيد سركيس تشابريانا ومحلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكوتي سيد سركيس أهلا بك وشكرا لانضمامك يعني نشاهد التأثير المتراجع لفيروس كورونا على أداء الأسواق هل بدأت الأسواق تستوعب التأثير بالنسبة لي على الفيروس يعني وانتهت من تسعير كل هذه المخاوف وستعود إلى محركاتها الطبيعية حاليا نحن نلاحظ تأثيرات فيروس كورونا مرتكزة بشكل كبير على أسعار النفط وكذلك على أسواق المالية وتوقعات النمو الاقتصادي المستقبلية لكن أفضل الفصل عندما نتحدث عن تأثيرات فيروس كورونا ما إن كنا نتحدث عن نمو الاقتصاد العالمي أو نمو الاقتصاد الصيني عن أداء أسواق الأسهم فأداء أسواق الأسهم حاليا مرتبط أكثر في تدفقات السيولة التي تتوجه نحو أسواق العائد المرتفى فالمتدولون حاليا في بعض التجاهل لتأثيرات فيروس كورونا ويحاولون البحث عن استثمارات في عائد مرتفى لكن كتأثيرات فيروس كورونا بحد ذاتها فهي أصبحت ملموسة جدا ومتوقعة أن تكون ذات تأثير كبير على الاقتصاد الصيني وكذلك على الاقتصاد العالمي خصوصا مع سرعة الانتشار وآخر الأنباء التي أشارت إلى أن فترة الحضانة لفيروس كورونا أصبحت 24 يوما بدل أن كانت 14 يوما وهذا يعطي توقعات بأن يزداد الانتشار إن كان داخليا في الصين على وجه الخصوص لكن طبعا التأثيرات الاقتصادية ستكون كبيرة على الاقتصاد الصيني وبالتالي على الاقتصاد العالمي أستاذ ساركيس الذهب أثناء احتدام التوترات الجيوسياسية كان قد وصل إلى 1611 دولار للأمصة ولكن في ظل موجة فيروس الكورونا وهذا المرض أو هذا الفيروس المتفشي لم تصل مستوية الذهب إلى هذه الأرقام والآن مع نوعا ما من انحسار المخاوف في الأسواق هل نتوقع أن تتراجع أسعار الذهب في الأيام المقبلة؟ حاليا يواجه الذهب بعض الضغط الهابق لسبب ارتفاع الدولار الأمريكي في الأسواق فنلاحظ حاليا المتداولون عندما يبحثون عن الملاذات الآمنة فيفضلون التوجه نحو أسواق السندات وإن كانت السندات الأمريكية على وجه الخصوص استغلالا طبعا لعوائد السندات الأكثر ارتفاعا منها في أوروبا وفي بريطانيا وغيرها فحاليا أسعار الذهب تواجه ضغط هابط بالفعل ارتفاع الدولار الأمريكي ولو تمت المقارنة في التوترات الجيوسياسية مع تأثيرات فيروس كورونا فحاليا فيروس كورونا لم يستطع أن يأخذ أسعار الذهب لارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضي على سبيل المثال شهدنا تدفقات سيولة مليارية نحو الصندوق المدعمة بالذهب لكن لهذا الأسبوع انخفض الطلب على تلك الصندوق كدلالة على انخفاض الطلب على الذهب وتفضيل سندات كملاد آمن بديلة عن الذهب بما يخص التوترات الخاصة اقتصاديا بفيروس كورونا طيب سيد ساركيس وسؤال عن النفط يعني الآن الحديث توقعات بلاتس تقول أن النفط قد يصل إلى الـ 40 دولار بالنسبة للـ WTI ونحن نتحدث أن حتى لو خفضت أوبك 600 ألف برميل أو 800 ألف برميل يعني الصين تقلص طلبها تقريباً أو متوقع أن يتقلص بمليوني برميل بالإضافة لأن ربما يعود الإنتاج الليبي من جديد وعودة الإنتاج الليبي ستزيد من الضغط على المعروض فهل توقعات بلاتس في محلها؟ هل يمكن أن نشاهد النفط بـ 40 دولار من جديد؟ الآن التأثيرات الهابطة على أسعار النفط بالفعل من المحتمل أن تستمر فتأثير فيروس كورونا على طلب النفط من أكبر اقتصاد يتم فيه طلب النفط عالمياً وهو الاقتصاد الصيني سوف يكون ذا تأثير كبير لكن في نفس الوقت لا يجب أيضاً أن ننسى بأن هناك مقابل لخفض الإنتاج في منظمة أوبك وهو ارتفاع الإنتاج الأمريكي لمستويات قياسية والتوقعات أيضاً تشير باستمرار الارتفاع في الانتاج الأمريكي وبذلك ربما يبقى الفائض في أسواق الطاقة إن كنا نتحدث تحديداً عن النفط الأمريكي أو النفط بشكل عام فالضغط الهابط من المحتمل استمراره طالما استمر تأثير فيروس كورونا على طلب النفط من ثاني أكبر اقتصاد في العالم سننتقل إلى أسواق العملات وتحديداً اليورو بعد بيانات ضعيفة لليورو وكريستين لاجارد محافظة المركزي الأوروبي قالت أن أدوات السياسة النقدية لم تعد كافية وقد وصل اليورو دولر إلى أدنى مستوياته في نحو أربعة أشهر فهل سيستمر هذا التراجع؟ حالياً إذا كنا نتكلم على اليورو مقابل الدولار الأمريكي فهناك موازنة ما بين وضع الاقتصاد في منطقة اليورو ومن ناحية أخرى في وضع الاقتصاد الأمريكي وفروقات أسعار فائدة ما بين الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي داعمة لمزيد من الضغط على اليورو مقابل الدولار الأمريكي وبالفعل السياسات المالية والنقدية في البنك المركزي الأوروبي حالياً ربما لن تكون كافية في حال تلقى الاقتصاد الأوروبي مزيد من الضربات إن كان بسبب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أو بفعل الضعف الكبير الذي يواجهه الاقتصاد العالمي فيجب على الحكومات في منطقة اليورو أن تشارك في تحفيز الاقتصاد وهذا شيء معروف اقتصاديا بأنه يجب أن يكون هناك مشاركة ما بين البنوك المركزية والحكومات لتحسين الانفاق وكذلك الاستثمار داخليا في الاقتصاد من خلال الحكومات وتدائم النمو الاقتصادي فالضغط الهابط من المحتمل أن يستمر على المدى المتوسط والطويل على اليورو مقابل الدولار الأمريكي نحن نشكر لك هذه التحليلات سيد ساركيسي تشوبريانا وأنت المحلل لأسواق العالمية في مجموعة إيكوتي كنت معنا من عمان شكرا جزيلا اشتركوا في القناة